نروح لكورة الياد بسيدات النهاردة هم يلعبوا خمس مباريات الحقيقة في الدوري كان نهايتها مع نادي الشمس بدوري عمومي سيدات النادي الاهلي والحمد لله استطعنا السيدات بقيادة كابتن محمد عدل زورة المدير الفني القدير بالفوز على نادي الشمس بعد مباراة صعبة 27-25 في المطش اللي طلعب مبارح طبعا بالقلوم ألف مبروك نتمنى ثبات الأداء مش محتاج طبعا نفكر حضراتكم ان هذا الفريق وحامل اللقب الدوري والكأس العام الماضي بعد منافسة زي الرجال بالظبط بعد منافسة شرسة السنة اللي فاتت مع أكثر من فريق الاهلي هيلعب المطش اللي جاي مع نادي 6 أكتوبر يوم الجمعة اللي جاي بإذن الله وده طبعا خامس فوز على التوالي خلينا اذكر حضراتكم بالأربع مباريات اللي فوزنا فيهم الماضيين كانت أول مباراة لحساب البنك الأهلي 48-13 وبعد كده سموحها في اسكندرية 23-18 وبعد كده كسبنا سبورتينج 20-19 وبعد كسبنا الطيران بنتيجة 34-19 وصولا إلى مباراة الشمس اللي أنا بتكلم عليها وانتهت بالفوز 27-25 ألف مبروك نتمنى الحفاظ على الأداء وتمنى هذا الفريق السنة دي بعد مشاركته الأفريقية الأخيرة والقبل الأخيرة يعني بقاله سنتين بشارك أفريقيا أكيد فيه تطور مزهل الحقيقة في المستوى والخبرات والاحتكاك نتمنى إن شاء الله الاستمرار على كده والحقيقة يعني فريق السيدات أو اللاعبات على قدر كبير دلوقتي من المسؤولية في كرة اليد ترجمة نانسي قنقر